على ضوء المشاكل تحديداً في فريق الكورة في نادي الزمالك وإيقاف القيد وعدم الدعم الفريق بلعبين جدد وأزمة مستحقات لعبين شاف الزمالك فريق كورة هيبقى عامل زي الموسم الجديد؟ أنا خايف على الزمالك السنة الجاية يعني طبعاً الفريق بقى نفسه طبعاً أهم حاجة واللي يمكن النادي مركز فيها الفترة اللي فاتت وحتى أتكلمه مع أزوريو مدرب قال له إحنا يا إما هندفع الفلوس على نادي الزمالك عشان فوق القيد يا إما هندفع الفلوس المستحقات اللي لعبين اللي موجودين قال لهم لأ خلاص أنا مش عايز لعيبة دلوقتي بس يعني لعيبة جديدة بس يعني ادفعوا مستحقات اللعيبة عشان اللعيبة حتى اللي موجودة دلوقتي نقدر يشتغلوا عندهم راحة نفسية ويبشغالين فهيعتمد على المجموعة اللي موجودة على الفكرة المجموعة الموجودة مجموعة مميزة بالإعارات اللي رجعت زي محمود علاء وزي أوباما مميزة جدا رجعت للفرقة لكن طبعا في نواقص في الفرقة لكن لو أنت قدرت تحافظ على القوام ده وتدفع لهم مستحقاتهم ويبقوا يعني مستريعين نفسيا ويشتغلوا خلاص حصلت من سنتين والزمالك خدت دوري لما طلع كان القيد برضو مقوف وطلع أسماء جديدة حسام عبد المجيد وكان يوسف أسامة نبيه وسيف جعفر محمد طارق وأكتر من اللعيب لكن طبعا مش عايز جمهور نادي الزمالك السنة الجاية يبقى يعني مش عايز يقول ما يفكرش في البطولة والمنافسة بس هيبقى الظروف اللي بيواجهها الزمالك عايزين الزمالك يبقى شكله كويس في الدوري وياخد مركز متقدم بس أنا شايف في ظل الفرق المنافسة الأهلي وبيرامدز والمصري والبنك الأهلي والإمكانيات اللي موجودة في الأندية دي هيبقى صعب أن الزمالك ياخد بطولة أنا مش بيقول حاجة تشاؤمية بس الزروف اللي فيها نادي الزمالك دلوقتي عايزين هو بس يطلع ويبقى الشكل كويس ويقادي بشكل كويس وياخد مركز متقدم